أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم التوافق على متباعة حرقة السوق وتحقيق انخفاض الأسعار بما يتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال الفترة الحالية مع العمل على الوصول بهذه النسبة إلى 30% عقب انتهاء عيد الفترة جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة حيث شدد الرئيس الوزراء على ضرورة تكثيف فرق العمل من دميع الوزرات والجهات المعنية والأجهزة الرقبية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية مؤكدا أن الدولة تساند القطاع الخاص والسلاسل التجارية مع إيمان واقتناع كامل بأليات السوق الحر إلا أنه بعد اتخاذ إجراءات حقيقية في انخفاض وقعي لأسعار السلع الغذائية والأساسية هذا وأكد الرئيس الوزراء أن هناك متابعة مستمرة للوضع الاقتصادي في ظل القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها الدولة مشيرا إلى أن الأمور تسير بواتيرة جديدة مع استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية وفي هذا السياق أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم خلال الأسبوع القليل المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تنمية رأس الحكمة كما تم حاليا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى شكراً للمشاهدة